رسالة اماراتية لمجلس الامن ردا على رسالة الحكومة اليمنية حول ممارسات ابو ظبي في جزيرة سقطرة الامارات ولأول مرة منذ توتر علاقتها بالحكومة تعلن تأكيد سيادة اليمن على جزيرة سقطرة وتقول ان تواجدها كان لدعم البنية التحتية واعادة الاعمار وانه لن يستمر طويلا الرسالة قالت ايضا ان جميع انشطتها في اليمن تأتي بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والمملكة السعودية وان ما حصل ليس سوى سوء فهم وضعف تنسيق بين الجانبين اذا تراجع اماراتي عن التصعيد مع اليمنيين دفع متابعين للتساؤل ما اذا كانت هذه الخطوة ستسري ايضا على عدن وبقية المناطق التي تتحكم فيها الامارات اذا رقصة سياسية وانتصار دبلوماسي يحسب للحكومة الشرعية التي بعثت رسالة لمجلس الامن شرحت فيه التجاوزات الاماراتية للسيادة الوطنية ورفضت فيها التواجد العسكرية لها في سقطرة الهيئات التابعة للحكومة ايضا حضرت الرأي العام الدولي من خطورة ما قامت به الامارات في سقطرة وخصوصا الجهود التي قام بها السفير اليمني في اليونسكو احمد الصياد في ارويقة المنظمات الاممية والدولية باعتبار سقطرة محمية عالمية الغضب الشعبي ايضا كان له دور في كشف تلك التجاوزات والتي عبر عنها اليمنيون بمختلف انتماءاتهم عبر المسيرات الجماهيرية والمنصات السياسية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يبقى السؤال الان هل ستسلم الامارات جميع المناطق التي تسيطر عليها في عدن والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية للحكومة الشرعية ام انها تعترف بالسيادة في سقطرة وتنكرها في عدن